طب انت عارف لو شفت واحد بقط عوج وقديه ورجليه وقفت مثلا او منملين او مش حاسس بيهم او اغمى عليه او عنده صدع شديد فالناس تجتهد وتقولك الحق لا تكون جلطة ادي له حباية اسبرين اطفال بسرعة الموضوع ده طبعا غلط ما ينفعش ندي اسبرين ولا اي حاجة للسيولة قبل ما نعمل الاشياء المقطعية على المخ لان ممكن تكون جلطة وممكن تكون نزيف في المخ فانت ازاي تدي له اسبرين حاجة تعمل سيولة او تدي له حق ان تعمل سيولة وهو عنده نزيف اصلا طبعا كده الحالة هتتضهور اكتر طيب نعمل ايه يا دكتور لحد من ودي المستشفى ما تعملش حاجة ودي المستشفى فورا انا بسمع وبشوف ناس كتير رجالة وستات وبنات صغيرة يقولك اصلا طعا الصبت وبق ينمل ووش ينمل خدت اسبرين بسرعة والحمد لله بقت كويس اصلا كان عنده صدع شديد والضغط عالي وخفت لا يبقى فيه جلطة وخدت اسبرين اطفال وناس تتصل بيا تقولي مثلا ده واحد رجليه وقفت ندي له حق ان تسيولة ايه او ندي له اسبرين لا الكلام ده كله ما ينفعش اي حاجة من الحاجات دي تطلع على المستشفى فورا وهناك هنعمل اشعة مقطعية على المخ عشان نستبعد وجود النزيف اولا بعد كده نتعامل مع المريض بس كده اشتركوا في القناة